البلوك يا ساتر يا رب ما فيش حد باننا صراحة الرجل او امرأة كبير او صغير الا لما تعرض للبلوك يا ام عمل يا ام تعمل في الموضوع ده بيشغل بالي الكثير وانا استشفت كده من الاسئلة اللي بتجيني لو في شخص انا مرتبط به وهو صديق عندي وكان بيننا بقى علاقة او عشرة او حتى شغل وحصل بيننا خلاف او انفصال ايه الانسب والافضل والاشيك والاحسن واللي خلي صورتي قوية دايما ان انا اعمله بلوك من المواقع اللي هو صديق عندي فيها ولا ان انا سيبه كده وادله مسيج ان انت وجودك زي غيابك مش هيفرق معايا كتير ومش هبايل لك ان انا دم محروب والادها من كده لو انا قررت ان انا اعمل بلوك اعمله امتى وهل اقول للطرف التاني ان انا هعمل لك بلوك ولا ما اقولوش وامتى لو انا يعني في حاجات كده تفاصيل عايزين نوضحها مع بعض وانا هحاول ان انا ابسطها جدا في حلقة النهاردة وارد على الاسئلة الكتير دي حوالين الموضوع ده الناس اللي تقولك انا مش هعمل بلوك عشان ما يحسش انه ليه ايه ما عندي طيب ما يمكن لما انت ما تعملش بلوك يقول ده مش قادر يستغنى عني ايه ضمنك ان التفكير ده هيجي في دماغه وده مش هيجي في باله او مش هيجي في دماغه ما ممكن يفكر كده وممكن يفكر كده طيب اختصاره في الاخر اعمل ايه اعمل بلوك ولا ما اعملوش اه في بعض الاحيان لازم تعمل وفي بعض الاحيان مش هتعمل انا عارف ان انتو تهتو يلا بينا نفهم بس خلوني سريعا كده ارحب بالجديد وقول له عرفنا بنفسه عشان نرحب به واللي مشتركش في القناة اشترك ويا ريت يا جماعة ندوس لايك لو شايفين الموضوع ده مهم عشان يوصل لبقية اصدقائنا وتعالوا بينا نبتدئ ما تخافوش مش هتطول عليكم بشكل عام لو في شخص انت ايقنت من داخلك ان هو ما يستحقش او ان انت عايز تقدبه او تربيه ايا كان الافضل والانسب واقوى قبل ان انت تعمله بلوك بس خلي بالك بقى مش تعمل بلوك وخلاص كده الموضوع ما انتهاش لا ما تقولهش ان انت هتعمله بلوك فجأة انت عارف لما تعمل للشخص ده بلوك فجأة تجننه تهويسه ترويشه يقعد يفكر ويسأل نفسه مليون سؤال ويحط مئة علامة استفامة واش لاقي ليهم اجابة ايه فجأة كده ايه اللي حصل طيب هيرجح في كلامه ولا لا بس فيه خطأ هنا كلنا بنقع فيه او هم خطأين خلي بالك منهم لو انت فيه شخص عايز تقدبه او تربيه او تخلي صورتك حلوة قدامه يستحسن ان انت لو هتعمل بلوك ما هتعملش بلوك على كل الابواب المفتوحة بينكم بمعنى انا بسيط جدا وهبسطها معاكم وهو لو فيه شخص انا مرتبط بي صديق عندي على الفيس وعلى الواتس وعلى الانستجرام وموبايله او الرقم بتاعه معايا وانا هعمل بلوك اعمل بلوك على الفيس بوك بس ما عملش بقى على كل المواقع او هعمل على الفيس بوك مثلا والانستجرام واسيب الواتس مثلا شغال على سبق المهم لازم ما اعملش على كل المواقع الا لو انا ايقنت من داخلي مليون في المية ان انا مش عايز الشخص ده من حياتي اطلاقا ومش هفكر ان انا يعني ارجعه تاني ليه لو انت عملت بلوك ورجعت فيه مرة تانية اذا انت بتفقد صورتك وبتفقد يعني روناقك وبتفقد شخصيتك مع الطرف التاني بنسبة كبيرة اوي وبيعرف ان انت هجاص بتاع كلام ومنتج بتاع مواقف حقيقية وبتدي له مسج اقوى مليار مرة ان انت ما قدرتش تستغنى عنه يعني يريتك ما عملت بلوك من الاول لو انت في نيتك من البداية ان انت هترجع في كلامك داني ما هو في بعض الناس تعمل وبعد يوم تشيل وبعد اسبوع او شه يشيل البلوك او الحظر ده اسوأ مليار مرة من اللي ما عملش بلوك من اصله يبقى اذا البلوك لازم وواجب لتقديب الشخص اللي انا مرتبط به او اللي بيننا خلاف وانه يعرف امتي ولا كن بالشروط دي اولا لو انا هعمل بلوك يكون فجأة دي اول حاجة تاني حاجة لو انا هعمل بلوك يستحسن لو انا بقى يعني في نيته ان لسه ممكن المياه ترجع لمجاريها والموضوع ما تحسنش بشكل يعني شبه كامل ما عملش على كل الابواب المفتوحة بيننا وهو في بعض الناس في ساعة غضب تعمل على كل حاجة على الواتس وعالفيس وعلى انستجرام وعلى 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 فهيضطر بعد كده ان هو يفوك البلوك اللي هو عمله كده انا بوصل مسيج اللي انا مرتبط به والله ما قدرت استغنى عنه طول الفترة اللي كان فيها بلوك دي انا ما قدرتش ان انا يعني عرفت امتك انا اللي تقدبت جيت اقدبك قدبتي نفسي على طول النفس البشرية خلي بالكم معروف ومن هنا خلي بالكم يبدأ الطرف التاني يشوف نفسه عليك بقى خلي بالكم هو طبيعة الانسان معروفة ومدروسة خلي بالكم من النقاط اللي احنا بنتكلم فيها دي طيب انا دلوقتي مع الشخص اللي هو انا عايز اقدبه عملت بلوك فجأة ما عملتش على كل المواقع اللي بنا او كل وسائل التواصل اللي بنا عملت على موقع او موقعين او وسيلة او وسيلتين ايه اللي بعد كده اللي بعد كده اياك ان انت تشيل البلوك اللي انت عملته ده قال لما يعتذر ويطلب منك ويلح عليك خلي بالك بقى وذيء لمصلحتك انت دلوقتي عملت بلوك بس نفسك تشيله وعايز ترجح تدردش وحنيت للشخص ده تاني لازم هو اللي يطلب منك لازم يدور ويخش بقى يكلمك من اكاونت تاني ومن رقم تاني ويتحيل عليك ان ما عملتش كده يبقى هو مش بقى عليك سكة السلامة مدام انت عملت بلوك وانت مش غلطان يعني انت عملت بلوك وانت على حق والطرف الاخر اخطأ خلي بالكم من حاجة وخاصة البنات لو انت مرتبطة بشاب واخطأ وعملت له بلوك وكان عايزك بجد اقسم باللمة هينام الليل لحد ما يوصل لك عشان تبقي عارفة ولو انت مرتبطة بشاب وعملت موقف بسيط وعملك بلوك يبقى هو بتلكك وعايز يبعد عنك وفي كلا الحالتين الموضوع او الرؤية وضحت قدامك ما تعايشيش نفسك في الواء ما تعايشيش نفسك في الواء دايما اللي عايزنا سيبكم من الكلام بيعمل مواقف وبتحس ان هو مستعد ان هو عشان يوصل لنا يعمل اي حاجة وهو ده اللي يستحق خلي بالكم ان احنا نديله حبنا ونديله مشاعر ونضيع وقتنا معاه حتى بعد كده لو ما كانش لنا نصيب في بعض مش هنندم لانه كان شخص يستاهل كان شخص عايزنا بجده انما استغرب اواما لها عن انستجرام او الفيسبوك واحدة بعتلي بتقول لي مثلا رن علي مردتش عليه الصبح رن علي بالليل مردتش عليه تاني يوم قال انت كنت بتكلم مين او لقاني ويتنج انتظار واجي عامل لبلوك وانا حس ان انا غلطانا وكان المفروض ارد عليه او انا بتكلم انا وهو فبنتناقش في صوت عيلي عليه فقلت كلمة فجاء عامل لبلوك فانا دلوقتي زعلانا وخايفة لا يروح مني وحس ان انا غلطانا انت هبلا سوري في اللفظ يعني انت هبلا ده بيلعب بمشاعرك وبيلعب بعوطفك ما يستحقش ان انت اصلا تفكري فيه بعدك ده واحد زي ده تقولي يلا سكت السلامة والمركب اللي تود ده لو انت مش عايزة تعيشي في الوهم وتتحكي على نفسك ما في بعض صادقاتنا بتجي تسألني اعملي عشان يرجعلي او اكفر عن الخطأ ده اقول لها سيبك منه تقولي ده انا جاي بكلمك عشان تقولي حاجة نرجعلي بعض اقول لها هو انا بقولك انا مش عايزه يرجعليك لان انا ممكن اقولك على الطريقة يرجعليك بيها وهيبعد عنك تاني يجرحك مرة تانية لا اللي زي ده سيبك منه تماما اذا في النهاية البلوكي قوة جدا لو يتعمل ومطلوب في الحالات الاتية زي ما انا بقولك انه هو يكون فجأة انه هو ما يكونش على كل المواقع اللي بينكم ان انت ما يكونش في نيتك ان انت هتعمله اسبوع او فترة وترجع في كلامك ما نصحكش ابدا لو انت من الشخصيات دي الشخصية اللي انت مرتبط بها هتشوف نفسها عليك واذا قررت ان انت ترجع لازم بمحيلة واسف منه ما عارش شو النبي انا عرفت غلطتي عشان خاطري تفك الحظ تفك البلوك ويتعم بغير كده يبقى انت بتهذر واستحمل اللي هيجراء لك احنا في حلقة زي دي بنقدم النصيحة بناخد الخلاصة كده من دراسة النفس البشرية في حاجة زي دي وبنقدم هالك بشكل سلس لان الموضوع ده انا قلت في بداية الحلقة لخصته هو ليه مهم لان ما فيش حد من اللي بتفرج علي ما تعرضش للبلوك كده يا اما عمل يا اما تعمل اكتبولي اراءكم انا بكون سعيد جدا بمشاركاتكم اكتبولي كمان تعليقاتكم الى الاستجرام الفيسبوك قناتنا التانية للفطفضة قناة مهمة اوي فيها دروس مستفادة اوي الرابط دي كلها متسبتها في وصف الفيديو واول تعليق يارد تشرفوني بالانضمام لها وعايزين ان احنا هنعمل لايف على الانستجرام والفيسبوك قريب فحاولوا ان انتوا تكونوا متواجدين ان شاء الله هنعلن عن مواعيد يعني سبتة لللايف وإلى اللقاء وان شاء الله نلتقي بك